نائب رئيس الوزراء يقول إن حكومة إثيوبيا تقوم بأنشطة مختلفة لتعزيز الشركات الناشئة وزارة السلام تجري مبحثات مع شركاء التنمية الدوليين بشأن برنامج بناء السلام المستدام المعدة لسنوات العشر القادمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين الأكارم تحية طيبة تأتيكم من هيئة الإذاعة وتلفزيون الإثيوبي نشر إخبارية أصحبكم فيها حسن أحمد تابعونا تم إطلاق برنامج تقديم جوائز للشركات الناشئة الإثيوبية يوم أمس الاثنين بهدف تشجيع رواد الأعمال المبدعين في البلاد وحضر البرنامج كبار المسؤولين الحكوميين بما في ذلك نائب رئيس الوزراء سيدة مسجنطرنا ووزيرة العمل والمهارات السيدة مفرحات كامل وذكر نائب رئيس الوزراء الأنشطة التي تقوم بها حكومة إثيوبيا لتعزيز الشركات الناشئة لمساعدة البلاد من حيث الابتكار والتكنولوجيا وقال إنه تم إيلاء الاهتمام للشركات الناشئة التي تعد حيوية لتنمية القطاعات الاقتصادية الأخرى ومن جانبها قالت وزيرة العمل والمهارات مفرحات كامل إن مبادرة ستار أب أظهرت قدرات الشباب الإثيوبي في الابتكارات وأشارت إلى أن الشركات الناشئة حظيت بأقصى قدر من الاهتمام في خطة التنمية العشرية للبلاد مشيرة إلى الإعلانات التي تم سنها لتعزيز هذا القطاع أجرت وزارة السلام مباحثات مع شركاء التنمية الدوليين بشأن برنامج بناء السلام المستدام المعد للسنوات العشر القادمة والمشاريع المختلفة الناشئة عنه وتتركز المناقشة على القضايا التي يمكن فيها تنسيق المشاريع التي صممتها الوزارة والعمل عليها من قبل الشركاء الدوليين وصرح وزير الدولة لبناء السلام والمصالحة الوطنية بوزارة السلام خير الدين تزرى أن الحكومة ستعمل بإصرار على حل مشاكل السلام في إثيوبيا وبناء سلام إيجابي دائم وذكر أن الأعمال المتعددة الأوجة التي يتم تنفيذها لحل المشكلات باستخدام التنوع الثقافي والديني والجغرافي واللغوي لإثيوبيا تتطلب تعاون ودعم المجتمع الدولي وأوضح وزير الدولة للشؤون الفيدرالية وإدارات النزاعات السيد شوراك جيتا قنت العمل على تعزيز العلاقات بين المجتمع في جميع المناطق لحل النزاعات وإعادة النازحين إلى قرهم وذكر ممثل المؤسسات الدولية وسفارات مختلف الدول الذين شاركوا في المناقشة إن منتدى اليوم أتاح لنا التعرف على الوزارة شدد وزير المياه والطاقة هبتام التفاع على ضرورة تعزيز الشركات الدولية ومشاركة القطاع الخاص في تطوير الطاقة المتجددة في إثيوبيا والذي سيخدم البلدان المجاورة أيضا وجاء ذلك خلال ورشة عمل تشاورية للشراكة المتسارعة من أجل مصادر الطاقة المتجددة في إفريقيا لإثيوبيا في العاصمة أديس أبابا وقال الوزير في كلمته إن الهدف الرئيسي للاجتماع هو ضمان إجراء مشاورات شاملة نحو تحديد استراتيجية التنفيذ المشتركة وخطة العمل التي ستدعم تسريع تحول الطاقة في إثيوبيا وكشف أن إثيوبيا لديها إمكانات كبيرة في مجال الطاقة المتجددة حيث تقدر الطاقة الكهرومائية بـ 45 ميجاوات بينما تبلغ قدرة المحتملة لطاقة الرياح والطاقة الحرارية الأرضية مجتمعة 5 جيجاوات وقالت رئيسة أمانة مصادر الطاقة المتجددة في إفريقيا صفيات الزومة إن مصادر الطاقة المتجددة في إفريقيا تدرك أهمية مؤاومة الأولويات والأطر الوطنية للبلدان الأفريقية لضمان أن المبادرات ليست ذات صلة فحسب بل مستدامة أيضا على المدى الطويل أختتم اجتماع جمعية الصحة العالمية السابعة والسبعون التي انعقدت في جنيفت بسويسرا بالموافقة على مراجعة اللوائح الصحية الدولية لعام ٢٠٥ وتهدف اللوائح الصحية الدولية لعام ٢٠٥ بشكل أساسي إلى تحسين قدرة البلدان على التأهب والاستجابة خلال حالات الطوارئ المتعلقة بالصحة العامة فضلا عن الوقاية من الأوبئة الدولية ومكافحتها وتم تقديم أكثر من ثلثمائة مقترح والموافقة عليه من قبل الدول الأعطاء ووفقا لذلك فإن اللوائح الصحية الدولية المنقحة هي خطوة إلى الأمام من أجل ضمان الوصول العادل إلى الموارد الطبية ورفع قدرات الصحة العامة الأساسية وخاصة بالنسبة للبلدان النامية في حالة حدوث حالة طوارئ صحية عامة أو أوبئة وتحدثت وزيرة الصحة للثبية الدكتورة مقدس دابا في ختام المؤتمر يابة على الدول الأفريقية الأعضاء وقالت إن هذه اللائح الصحية الدولية التي تمت الموافقة عليها كإصلاح صحي هي دليل فريد وشهادة على أنه إذا اتحدت البلدان وعملت معا فيمكنها الوقوف معا لتحقيق هدف مشترك صرح جهاز المخابرات والأمن الوطني أن الجهود المبذولة لتحديث نظام إدارة الحركة الجوية وتعزيز الأطر التنظيمية تساهم في نجاح شركة الطيران وجاء ذلك خلال عملية التدقيق الأمني الدولي لأول مرة للطيران المدني للثبي في أديس أبابا بتنسيق من جهاز المخابرات والأمن الوطني بالشراكة مع المنظمة الدولية للطيران المدني وحضر افتتاح التدقيق كبار المسؤولين الحكوميين من جهاز الأمن والمخابرات الوطني وإدارة أمن شبكات المعلومات وخدمة الهجرة والمواطنة ووزارة النقل والخدمات اللوجستية وهيئة الطيران المدني وغيرها وصرح نائب المدير العام لجهاز الأمن والمخابرات الوطنية السيد سيساي تولا إن أحد الأسباب التي جعلت الخطوط الجوية الإثيوبية فخرا لإفريقيا خارج إثيوبيا هو أن أولويتها القصوى يتقديم خدمات طيران آمنة وقال إن جهود التحديث في نظام إدارة الحركة الجوية وتعزيز الأطر التنظيمية لا تزال تمثل نجاحا للشركة مضيفا أن الخطوط الجوية الإثيوبية تتولى دورها كمؤسسة رائدة في قطاع الطيران داخل إفريقيا وتحافظ على شراكة وثيقة مع منظمة الطيران المدني الدولية منذ عقد من الزمن وقعت شركة السكك الحديدية الإثيوبية الجبوتية اتفاقية شراكة مع شركة الشحن والخدمات اللوجستية الإثيوبية ووقع الاتفاقية الرئيس التنفيذي لشركة السكك الحديدية الإثيوبية الجبوتية عبد زينبي والرئيس التنفيذي لشركة الشحن والخدمات اللوجستية الإثيوبية بريسو أملو وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز الشراكة بين الشركتين في المجالات ذات الاهتمام الوطنية وقال بريسو إن الاتفاقية ستساعد في دعم الاقتصاد الوطنية من خلال تعزيز التعاون بين الشركتين مشيرا إلى أن حجم البضائع المنقولة بالقطار يتزايد بشكل مضطرد ومن جانبه قال الرئيس التنفيذي لشركة السكك الحديدية الإثيوبية الجبوتية إن الاتفاقية ستساعد على تسريع قطاع الخدمات اللوجستية من خلال إنشاء نظام عمل منسق بين الشركتين كشفت هيئة القهوة والشاي الإثيوبية أن صادرات القهوة جلبت إيرادات بقيمة مليار دولار أمريكي للبلاد خلال عشرة أشهر من السنة المالية الحالية وقال المدير العام للهيئة أدونا دبلة أن صادرات إثيوبيا من البن تتزايد كل عام مضيفا أنه تم تصدير نحو مئتين وعشر آلاف طن من القهوة إلى السوق العالمية خلال الأشهر العشرة الماضية وقال إن البلاد صدرت القهوة إلى أكثر من خمسين دولة مضيفا أن الجهود تبذل لتوسيع دول المقصد للقهوة الإثيوبية قال المدير شاركنا في عدة معارض وقمنا بتشجيع موردنا ومصدرنا على المشاركة في المعارض التي تقام في بلدان مختلفة وفي الوقت الحالي بدأت الصين وكوريا الجنوبية والسودان والإمارات العربية المتحدة في توريد كميات كبيرة من القهوة الإثبية وأشار المدير العام إلى أنه تم وضع نظام حديث لتجنب الأنشطة غير القانونية المتعلقة بتجارة البن وزيادة أداء التجارة الخارجية للقطاع وقبل ختام النشرة نذكركم بأبرز العنوين نائب رئيس الوزراء يقول أن حكومة إثيوبية تقوم بأنشطة مختلفة لتعزيز الشركات الناشئة